أهلاً وسهلاً بحضرتكم انتشرت على السوشيل ميديا مؤخراً حدثة عن بنت قتلت خطبها في شقةه لكن التحقيقات كشفت مفاجأة جديدة وكمان كبيرة عن قتل الشاب ده هنكشف عن المفاجأة دي دلوقتي لحضراتكم في تغطيتنا الجاية فخليكم معنا انتشر خلال الأيام اللي فاتت وقعت العثور على جثة شاب مشنوء داخل شقة الزوجية في مدينة المحلة الكبرى ومع التحريات الأولية وجد شبهة جنائية بسبب وقوع مشدة بين الشاب وخطبته قبل أيام قليلة من جوازهم اللي كان من المفترضة يكون داخل الشقة محل الواقع وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى مكان الحادث وتم ضبط الفتاة المتهمة واقتيادها إلى ديوان الإسم وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الشقة موقع الحادث المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقع واخترت النيابة العامة للتحقيق واللي أمرت بانتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان المتوفي لبيان استفاة تشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لأهله بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وكشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في وقعة اتهام الفتاة بقتل خطبها في المحلة الكبرى وأكدت تحريات الشرطة إنهاء المتوفي حياته بنفسه شنقا عن طريق استخدام ثوب خطبته بسبب حالته النفسية السيئة وبسبب خلافات كتير بينه خلته يعمل كده وتبعا للنيابة العامة من خلال معاينة موقع الحادث بمسكن المتوفي تدلي الثوب من سقف إحدى الغرف ووجود سلم خشب ملقى بجانب المتوفي وشهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة المطلة على العقار مصرح الحادث وتبين منها سير المتوفي وخطبته تجاه المسكن وخروج الأخيرة منه لوحدها وارجعها تاني بعد نص ساعة وضحت خطيبة الشاب البلغة من العمر 16 سنة وده خلال استجوابها في التحيئات وجود خلاف بينها وبين خطبها يوم الوقعة في المسكن وإنها مشيت وثابت له الشقة بسبب الخلاف ده ولكنها نسيت الشال بتاعها هناك وبعد كده حاولت تتصل بيه كذا مرة ولكن ما ردش على الموبايل فارجعت له تاني لقيته ملقى على الأرض ومتوفي وشافت تدلي شالها من خطاف بسقف الغرفة وأكدت شهادة ذوي المتوفي في التحقيقات وجود خلافات مستمرة بين الشاب وخطبته واللي كان بيفترض انتهاءها عن طريق اتفاقهم على تعجيل الزواج في نهاية الأسبوع اللي وقع خلاله الحدث وأكد صديق للمتوفي أنه عرف منه من فترة بتفاصيل الخلافات بينه وبين خطبته وأنه تلقى اتصال من خطيبة صاحبه يوم الوقعة طلبت منه مساعدته في نقل المتوفي للمستشفى وانتقل لشقة صديقه ولقاه على الأرض ولما قال الطبيب في المستشفى أن الشاب توفي خنقا ظن أهل الشاب أن خطبته متورطة في قتله وكان خبراء الإدارة العامة بدأوا بتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة المسكن محل الحادث ورفع ما به من أثار وأمرت النيابة العامة وفقا لما أوصى به المجلس القومي للأمومة والطفولة بتسليم المتهمة الطفلة لأهلها مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها وجاري استكمال التحقيقات وحذرت النيابة العامة من الخوض في تفاصيل الخلافات اللي كانت بين الطرفين واللي طال الحديث فيها المساس بالأعراض على غير سند وبدون حق وبلا فائدة سوى الفضول غير المبرر وأيضا محاولة لفتة الانتباه لأكتر الأمر الذي يمس بشرف واعتبار الأطراف ويعرض الخائدين فيه والمحردين عليه إلى المسألة القانونية إلى المسألة والملاحقة القانونية عزيزي المشاهدين دي كانت مستجدات قضية العثور على جثة شاب في شقة الزوجية وتبين براءة خطبته من التهمة وذلك بعد التحريات والتحقيقات عزيزي المشاهدين متابعين مع حضراتكم كل جديد ولنزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا موقع صد البلد الإخباري بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء